السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم الدرس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كله جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل ما تتابع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر التنبيهات ونفعل زر الاشتراك ليصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الدروس الأساسية في الحديث في اللغة الإنجليزية عندما أقابل شخص ما أو أبدأ المحادثة مع شخص ما تابع معين هذا الفيديو هناك الكثير من المعلومات التي من المهم معرفتها عند الحديث وبداية الحديث في اللغة الإنجليزية دائما عندما أبدأ الحديث مع شخص ما أكيد بيكون عندنا greeting greeting التحية hello hello مثل ما يحييني بحيين hi hi good morning good morning good morning صباح الخير good morning good afternoon good afternoon good evening good evening إذن نفس التحية اللي أسمعها بأجاوب بيها what is your first name أممكن أختصرها what what i أضع بصرة في s what's your first name ما هو اسمك الأول إذن نحفظها بشكل بصم what's your first name ما هو اسمك الأول أو أممكن what's your name ما هو اسمك your تصبح my my first name is is لاحظ بدلا عن your وضعنا my أكملت الجملة first name يعني اسمي الأول is أحمد my first name is أحمد اسمي الأول يكون أحمد أو هو أحمد لاحظ is وضعناها بعد name my first name is أحمد أو ممكن بشرة my name is أحمد اسمي هو أحمد أو مباشرة what is أو what's your first name بشرة أذكر أحمد what's your surname surname الكنية أو اسم العائلة أو اللقب surname what's your surname my my surname is الكالد أو الخالد أو مباشرة what's your surname الكالد إذن الخالد إذن ما هي كنيتك الكالد الخالد لو عدنا حرف الخ باللغة العربية قبل بالإنجليزي k-h how do you spell that كيف تهج ذلك how do you spell that يعني كيف أنه هج أنت ذكرت له الكنية أو السرنام لكن ما أعرف كيف يكتبوا تهج أو تعطيها التهج a-l k-h-a-l-e-d إذن spell معاناته أو معاناته يهج what is your first name what's your name my first name is أحمد my name is أحمد what's your surname my surname is الكالد أو مباشرة الكالد how do you spell that a-l k-h-a-l-e-d where are you from من أين تكون أنت أو ممكن أضع from بالأول تصبح from where يعني from بداية الجملة from where are you من أين أنت دائما you بحول إلى I I أضع بعدها am I am from يعني أنا أكون من إيطاليا أو أذكر المكان اللي أنت منه أو البلد اللي أنت منه I am from إيطاليا أنا أكون من إيطاليا where do you live أين تعيش I نبدأ من عند نحذف where do نبدأ من عند you I live إذن استخدم الفعل لف يعيش I live أنا أعيش in Spain أنا أعيش في إسبانيا I live in Spain أعيش في إسبانيا أو أذكر البلد اللي تعيش في how old are you كم عمرك كم سنك أيضا you حول إلى I are إلى am I am twenty years old أنا أكون عشرين سنة يعني عمري عشرين سنة البعض يجيب هذا الطريقة I have twenty years هذا خطأ إذن دائما سألني فعل كون verb to be ويجيب فعل كون you حولت إلى I are تصبح am I am twenty years old إذن عمري عشرين سنة أو بشرة I am twenty بشرة يعني عمري عشرين where are you from I am from Italy where do you live I live in Spain how old are you I am twenty years old إذن دائما أجيب بهذا الطريقة I am لا أقول I have أو أي إجابة ثانية هذا خطأ مباشرة I am وأذكر العمر ممكن الرقم بس أو أنه أضيف I am twenty years old يعني لا صحيح أن أقول I am twenty years فقط إذن يا أما استخدم years old سوية أو مباشرة فقط أذكر الرقم what's your phone number ممكن اختصرها كما قلنا أضع بس what's your phone number ما هو رقم تلفونك أجيب my phone number is seven eight two one zero مثلا يور أضع بدنا عنها my أكمل my phone number is وأكتب الرقم أو مباشرة seven eight two one zero مثلا رقم التلفون أو رقم الهاتف what's your email address ما هو عنوان بريدك الإكتروني أيضا نبدأ من عندي your my email address أضع is is مثلا علي at gmail dot com مثلا my email address is أكتب email are you married يعني هل أنت متزوج رح بيكون عدنا إجابة yes أو بيكون عدنا no you كما قلنا حولي إلى I I لا نضع I am yes I am نعم متزوج يعني نعم أكون بما أن نعم متزوج أو no I am not كلا لا أكون أو كلا لستم متزوج what's your phone number my phone number is أذكر رقم التليفون what's your email address my email address is أكتب an email are you married yes I am no I am not how many brothers and sisters do you have يعني كم عدد الأخوة والأخوات لديك how many brothers and sisters do you have الإجابة دائما عند you I have I have two brothers and one sister إذن I have يعني لدي two brothers أخين and one sister وأخت what's your favorite food ما هو طعامك المفضل what's your favorite city ما هي مدونتك المفضلة what's your favorite film ما هو فيلمك المفضل what's your favorite car ما هي سيارتك المفضلة رح تكون إجابة من عند your تصبح my أيضا نكتب favorite إذن مثلا food favorite city fill car الحسب السؤال my favorite food is أكتب ما هو طعامي المفضل my favorite city is أكتب مدينتي المفضلة my favorite film is أكتب فيلم المفضل my favorite car is أكتب سيارتي المفضلة بهذا الشكل أنا هنا درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن السؤال عن معلومات شخصية أسأل بها شخص ما طبعا مهم جدا معرفة هذه الأسئلة وحفظها بشكل بصم وتدرب عليها أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا